فاهميني ودعيني انطلق هو ده لما اجا اقولك في التربية التربية معناها ايه التربية معناها ان انا يبقى في موقف يا جماعة ممكن لو سمحتوا تقفلوا الصوت اشان انا سمع كل حي اه سيزا احمد اه تمام اه عشان بس الدوشة واكلمكم كده والدنيا تبقى هادي يعني احنا بيتنا احلى بقى وبيتنا قصد بيوت منورة فيعني ايه خلوا الدنيا تبقى طبيعتها يعني بصوا جماعة احنا ما بنتكلم عن التربية بنتكلم عن شقين شق ازاي ان انا احط سلوك ايجابي واغرس سلوك ايجابي في ايه مع ابني والشق التاني ازاي اصحح السلوك الغلط ما صححوش باسلوب غلط يعني يبقى غلط فوق الغلط وانا اللي هتحمل المشكلة او يجي بقى صار سلبية على ابني فاحنا عندنا التربية حاجتين ان انا بغرس وبصحح بس بصحح بطريقة ايجابية كل ده اسمها ايه اسمها التربية الايجابية او التربية بالحب او التربية بالتشجيع لما اجا اقولك في اسلوب الاداة بتاعت النهاردة الاداة اسمها فاهمني فاهمني عليه يعني اركز على الحل لو نفتكر قبل كده اداة الاتفاقات كنا اخذنا فيها ازاي ان انا باتفق معاك على مجموعة من الحلول ومن البدايل وبركز معاك بس كان فيها اكتر مهارة الايه مهارة ان هو شغل دماغه معاي النهاردة لا ركزوا معاي الاداة اسمها نركز على الحل بدل اللوم بدل ما امتي قاعدت لوم مش كالمفروض تعمل كده مش انت المفروض ده انت طول عمرك ما عملة الوم 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 واتكلم في الماضي لا انا بركز على الحل رقم اتنين في الاداة الجميلة بتاعت النهاردة اسمها ان انا احدد المشكلة هي بالزبط يالمشكلة المشكلة ان انت ضربت اخوك ولا المشكلة ان انت ضربته علشان هو داس على لعبتك ولا المشكلة ان انت زعقت فمش عارفة كبت ايه لازم心 consecutقى الاصل ايه بالزبط طي واطرح الافكار اطرح الافكار لوحدي لأ احنا ابدا ابدا في التربية على مدار الميت حلقة اللي فاته قلنا ان اي حل لازم تبق انت وعيالك مع بعض بحط الافكار بتاعت الحلول وبعد كده بختار الحل الانسب مش الامثل الانسب المناسب لي المناسب لقدرات ابني المناسب لظروف البيئة والبيت اللي احنا قاعدين فيه تمام كده طيب بعد كده بعمل ايه بجرب الحل اخترنا حل وهم اتفقوا عليه خلاص ووافقوا يلا تعالوا نجرب الحل ده سبعة ايام ما حصلش فيه نتيجة لا والنتيجة سيئة والدنيا بايزة ومش عارف ايه بقيموا ينفع ان انا كمل معا لا ده مش مناسب خلاص ارجع عيد الخطوات من الاول والتاني نعود وركز على الحل واشوف بدايل وابتدي ان انا اشتركهم فيها واشوف مناسب معاهم ولا لا تمام كده طيب الاداة دي زي اداة الاتفاقات اللي احنا عيشناها مع بعض اداة بنقول فيها يلا نعيش الواقع سيبك بالمشكلة لما نجي نفتكر كده مع بعض لما اتكلمنا على خطأ خطأ بنقع فيه احنا كباء وامات ومربين بيقعوا فيه اللي هو ايه تشوهات الادراك يعني فاهم غلط فبيدرك غلط فبيتصرف بجوارحه غلط خلاص هو الادراك كله غلط اصلا شايف ان هو ده الصح من كتر ما هو ادراكه غلط ده تصرفي الصح اللي انتو بتقولوه ده الغلط لا تعالوا نعيد تاني حاجة اسمها اشوف اصح ادراكي طيب صراع مبين انا مش قابل الحقيقة دية اصلا اللي حصلت والمشكلة اللي احنا عايشين فيها في التربية جماعة وفي الحياة لازم اتقبل الواقع والحقيقة اللي انا فيها ابنك بيقول الفاظ بنتي مش عارفة بتشتم مش عارفة عندها السلوك الفلان اتقبلوا الامر ده عشانا عارف حل ده الادراك الصحيح مثلا تعالوا نجيب امثل عشان سيبكم الكلام النظر لو حصلت مشكلة مع ابنك عنده مثلا مشروع بكرة هيقدمه في المدرسة او عنده مثلا مطلوب مثلا هم وركم عين وانا المفروض مثلا هيلون فيه اللوح خلصت الالوان اه تبتدي اللوم بقى هو انتم ماخدتوش بالكم الالوان هتخلص ماخدتوش بالكم ده اخلصوا ما عملتوش حسابكم ليه هاي لوم 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 في حين ان انت ممكن تنبهي انه ممكن يتدارك الغلط دوت وازاي ممكن نعد الموقف ده وعمل حسابي بسرعة 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 تعالوا نفكر مع بعض ازاي نعالج الامر ده ونتعامل مع مشكلة ايه المشكلة اللي انا حددتها نقص الالوان طب ازاي نجيب اه ده انا ممكن اجيب سبرته واجيب الالوان اللي في المستر ده حطها في خل ما فيه السبرته حط في خل او ممكن انا اجيب الالم وحط اللي جوه دوت او ممكن اجيب بديل تاني خالص فكروا معايا ايه اللي ممكن الوان ايه يا ماما الالوان انت بتحطيها مش عارفة فين لما بتيجي تعملي اكلة ايه قال الالوان الصناعية بتاعت الاكلة بشغل ايه بشغل عضل التفكير لابني وابتدي ان انا اشغله معايا واخليه يشترك معايا قولي البديل الحل ايه وطلع اللون بقى نخلط بقى الالوان بتاعت الطعام دي مش عارفة في لونه بعدين اجيب الريشة ومش عارفة اعمل ايه بقى يشتركوا هم حتى فرحانين هم بيقولوا حل كتير جدا جدا من الامهات على فكرة ما عندهاش تقبل للواقع ما عندهاش اصلا تقعد تتكلم في ايه بقى في اللي فات ابنك مثلا من نوعية مثلا بينضرب بينضرب في المدرسة ما بيعرفش يدفع عن نفسه تبتدي بقى تلوم شوف اللي انت اصلا عايل خايب انت اصلا عايل بص بضرب ما ضربتهمش ليه ما خدتش حقك وعملته فتحت راسه ما عملتش كزا ليه انت عايل طول عمرك ضعيف ليه 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 ايه اللي وصل لمخ ابنك ان انت عاجز انت ضعيف انت غير قادر انك انت تدفع عن نفسك ويفقد ثقة في نفسه ودي من اشد الحاجات الخطيرة جدا جدا الخطاقة في التربية صرته حوالين نفسه انا الضحية ويبتدي يتصرف في حياته كلها انه هو ضحية لكل الظروف ما بياخدش خطوة ازاي يطور نفسه وزاي نبي مهاراته لا بدل ما كان ممكن اركز معها الحل او الحلول اللي ممكن نعملها اللي ممكن نعملها في ايه ساعة ما يندرب مثلا ها واختار ان انا عيش لا في اللي فات انت اختارت كنت عيشي في اللي فات والموقف اللي مش عارفة اثر عليه وكل الماضي خلاص كده انتو بتحليش حاجة جديدة فبتهز ثقة بنفسه معين فيه بدائل وركز على الحل بدل ما انا تمسك كان المفروض يحصل كذا وكان حسسته بالعجز والضيق بقى متضايق حتى من نفسه ده مش صح مثلا مثال تاني حب بدي امثال عشان الناس تبقى ايه صح صحية كده معايا ويعني ايه ركزي في اللي بقوله لما بيجي مثلا ابنك بشم او بيقول الفاظ سيئة بدل بركز افاهمه معنى الكلمة دي ايه ومعناها الصح ايه والغلط ايه واجيب له بديل ليها لو انا في موقف فزار وعايز اهزر فقلت كده لأ ايه البديل ممكن للهزار بس ما قلش اللفظ ده وما قلش الكلمة دي بصي بتقدر يبقى تلومي انت بتقولي الكلام بتاع الشوارع يا شوارعي يا شوارعي يا بيئة يلي كذا ويعطيدي قالوم 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 مع ان بدل ما ضيع الوقت في اللوم قعد اشوف الحل البديل ايه ايه التصرف الصح لو هو ما فهمش المعنى ده هيعمل ايه ايه اللي وصله ما هوش عارف معنى الكلمة مش عارف ايه البديل مش عارف ايه الحل انت بتحذبيني ليه يعني ما الناس كلها بتقولها وما خدتش مركزتش على الحل عشان كده من اجمل تكات الادادية والحاجات المهمة بتخلي بالنا خلي بالكم ان كنت ينفع يبقى فيه حل وبدائل وابني يشاركني في قلب الحل ينفع ان انا استخدم الاداد هو من سنة صغيرة واركز يا جماعة على الحلول والسلوكو الايجابي واترك مساحة مساحة الابني يفكر معايا في الحل عشان انامي عضل التفكيره هو بحب ولما يكبر اكتر اشاركو معايا في الحلول ايه اكتر حبة بحبة كده تبتدي ايه تكبر العضلة اعرف كمان ان التركيز على الحل مش معناه انك ما تقوللوش الغلط خلي بالك عشان كتير يقولك ايه خلاص بقى ركز على الحل مش مهم لا ان انا لازم افهمه انه ده غلط وان السلوك اللي انت عملله ده سلوك غلط ما ينفعش انك تعمله والسلوك الصحي كذا 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 والحل بتاعه كذا كذا او انت اقول لي من عندك وتعالى ايه نعمل خلطبيطة كده الافكار والعصف زيني لافكاري وافكارك تمام خلي بالك ان في مهارات كتيرة جدا 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 ابنك بيكتسبها من الاداة دي بتاع التركيز على الحل مهارة التفكير مهارة التحليل مهارة تقييم الحل الانسب ايه ومهارة كمان انك تركزي اتعامل ازاي مع كل ده وانت مركزة مع ابنك مش كده الدنيا وخلاص واتعامل مع سلوكياته ازاي وازاي اللي هو يتعامل حتى مع السلوك المختلف دي ام وعي دي ام عارفة انا ايه اللي عند اولادي وايه الموقف واستغلت الموقف صح تمام كده دي خلصة الاداة عندي الاداة اللي بعدها بسرعة بسرعة بالوقت ما ياخدنا الاداة رقم 46 خلي ابنك ينطلق بصوا خطواتها بسيطة جدا 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 انك تسيبي ابنك او بنتك ينطلق مش معناه ان انا بتخلى عنه او بسيب ويخبط في الحياة لا 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 ده انا بسمحله يتحمل مسئولية ويعرف كمان قدراته ايه كويس بس لا ده يعرف قدراته وينمي قدراته من سن كم من سن ثلاث سنين بابتدي معاه خطوة بخطوة خطوات صغيرة كده وبتدربي ابنك عليها هيا عشان هو ينطلق من نفسه ويعرف يعتمد على نفسه وبعد كده اسحب نفسي حبة حبة اعطيه وقت كافي للتدريب على الحاجة اللي انا ناوي يسيبه عليها وابتدي اتراجع زي ما بقولك خطوة خطوة الورا عشان هو اللي يقوم هو اللي ينطلق عايزك تثق في طفلك الاداة دي بتدينا ثقة ازاي اتعلم ان انا اثق في طفلي وازاي ان انا خليه هو يتعلم من اخطاء مش عايب ان احنا نغلط احنا جايين الدنيا دي عشان نغلط بس نتعلم من غلطنا ده الشطارة ان انا اتعلم من الغلط وحول الغلط لاداة ايجابية عيش حياتك بصي عشان النقطة دي بتقع فيها كتير جدا من الامات ورتب امور بيتك وشوفي باقي مهمك كزوجة وكا ام وكا انسانة وكا انسة ما تخليش حياتك معتمدة على ادارة حياة ابني وطفلي وعيالي وترجع تشتكي انا تعبت انا مش لاقي وقت النفسي ولا وقت الزوجي وزوجي بشتكي مندي وانتي اهملاني وانتي عيالك اهم حاجة في الدنيا وانا فن منك لا 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 خالص رتب امورك ونظم امور طفلك وجهيه وخليه يعتمد على نفسه مش كل حاجة انتي 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 عشان بس تفهمي ان لما بتعملي كده بتضري ابنك رقم واحد مش انتي بس ومش من نفسيتك بس لا انتي مش بتنفعيه انتي كمان بتخليه شخصية اعتمادية زي ما بنشوف امهات مثلا نبقى مثلا في الحديقة ولا حاجة تبص تلاقي الامات ايه اعمالة تجري توقع تنفط له هدومه ومش عارفة اعمالة تتشربه بنفسها وتفتح له الازازة وقفاله وهي اللي بتجري مش عارفة تجري بعد تجري هي تجيب له الكورة وتعالى ايه ده ده حتى لو اصحابه زعقوله انتي اللي هي اللي بترد عليه فين ابنك فين 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 ابنك من كل ده انتي بتلغي وجوده انتي بتلغيه تماما هو كده ولا فهمي ولا لما فهمتيه ولا وضحتيله ولا دربتيه يابا انتي سبيه سبيه انطلق ويقع ويتعمل قول بسم الله حبيبي مش كده مستني يا عاية مستني ماما عشان تيجي ومستني تفتح لي الإزازة بتفتح له عشان يشرب لا لا تعالى حبيبة معلمك دي بتتفتح كده وبتتقفل كده وبتدي يلا خد اعمل زي ما علمتك وبتدي أعلمه ودربه هو اللي يفتحه هو اللي يربط حاجته هو اللي ينفض حياله هو اللي يتكلم ويرده وبعد كده انا اعلق تعليق من بعيد مش انتي اللي عاملة كل حاجة ما انتي هتنهاكي هتبقي مش عايزة اقول ايه اللي دا يرفساقية يعني وترجعت قولي كده لا سيبيه يتعلم مهارات الحياة سيبيه يتعلم إزاي يما ييجي موقف يتصرف فيه إزاي ابنك محتاج مساحة على فكرة وعيالنا كلهم محتاجين مساحة مش لازم تبقي وقفة كده السنة أنا أم وانا فقمة فتا وانا لازم أعمل لا 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 الأهالي اللي بتقف بين ابنها وبين عيالها وبين الحياة ده غلط عمالة تفكرينه وعمالة تبديله وعمالة تحليله وعمالة كذا وانت اللي بتواجه وانت اللي بتتكلمي مفيش خبرات الابن دا بيبقى خلاص مامح الخبرة ولا عنده حاجة هيكتسبها بصوا هحكلكوا على تجربة شخصية حصلت معايا مع ابني كان في سنة خمس سنين وما دا أقولك يعني كان عايز دايماً ان هو يروح مع الأولاد اللي أكبر منه ودايماً مش عارفة يروح فين هو طبعاً كان حفظه وكان سابق سنه فكان بيحفظ القرآن معاً اللي أكبر منه فدايماً دول صحابه الكبار فالصحابه دول راحين مخيم تلت أيام تلت أيام كان سنة كم محمد كان سنة خمس سنين وبعدين المفروض تلت أيام وأول مرة يبعد عن البيت وعن أمه وانا عايزة هيقه وهو حابب الفكرة جداً وعنده شغف رهيب ان يروح معاهم يا ابني دول أكبر منك وخليك لا سنة من ثمان سنين وسبع سنين لا أنا عايزة روح معاهم قلت له خلاص أنا طبعاً ما أقدرش تبصي هو خلاص حتى في دماغه حاجة فأنت ما أقدرش إنك تعملي ابتدت بقى هياء وكذا وإنت عارف الصبح والتقوص بتاعتنا اللي إحنا بنعملها وكذا وكذا جاء حتى المشرفين اللي كانوا موجودين قلت لهم قالوا لي ما تخافيش علي قلت لهم إن شاء الله أنا يعني مزبطة الدنيا بس إيه عش صغير خمس سنين وهو رايح بيركب الباص عشان يروح معاهم بيستلم علي وبيعمل بقى يقولي خلاص بقى أنت روح يا وحي روح أنت فأستاذ دكتور في جامعة لقيته وقت بيكلمه وبيقول له كالتالي بيقول له أنت صغير يا محمد رايح مع الكبار قال له لأ أنا من صغير أنا كبير وقوي زي سيدنا علي وطبعاً طبعاً بصي أنا مش عايز أقولك أنا كأم كان حالي في الثلاثة يام وأكلم قلتول ما تدهونيش أتكلمه عشان ما يحسش ده ماما بقى بتتصل بيه كل شوي راجع مبسوط جداً راجع بيحكي على الإنجازات خلوا أولادكو ينطلقوا في الحياة أعلمهم ودربهم ودعوا الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه واسبهم يقود غلطهم جميل جداً التربية أنا بفرح بالتربية لما يبقى فيها غلط ليه؟ عشان نصحح ما استناش إنه هو يبقى الواحده أو كبر أو الترسخات بتاعت السلوك الغلط في دماغه مترسخ ومش عارف إيه التصرفات الصح لا يغلط وابتدي أرمي كده حتة كده من الفكرة ويلا ديني انت بقيت الأفكار اللي عندك الكلام ده من سن كان من سن خمسة وانت طالع من سن سبعة طبعاً ده أساسي لازم بيشارك معاك سن ثلاثة بدرب بدرب ويزحب نفسي في الحاجات اللي هي اللي اعتمدية اللي بيبتدي مع نفسي عايزة